أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن تقلبات المناخ المتزيدة والصرعات والتوترات الجيوسياسية والأفاق الاقتصادية القائمة وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والقيود المفروضة على الصادرات لا تزال تشكل تحديات لاستقرار أسواق السلع الغذائية العالمية ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار بمجلس الوزراء تقرير الفاو حيث أشار إلى أنه مع توقعات بتحقيق إنتاج قياسي للقمح ونمو أبطأ في الاستخدام من المقرر أن ترتفع مخزونات القمح العالمية في 2022-2023 كما أنه من المتوقع أيضا أن تتركز معظم زيادة في المخزونات في عدد قليل من الدول كما ستؤدي اضطرابات الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات إلى انخفاض تجارة القمح العالمية لما دون مستوى عام 2021-2022 ترجمة نانسي قنقر